السلام عليكم متتبعي الكرام نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا الفيديو باحسن الاحوال ناشطين وزاهين وفرحانين الفيديو تاليوم هي فكرة باش نجمعوا فيها لكوات كل الملابس اللي ما استعملوهاش بطريقة منظمة وخاصة يعني هالفيديو للناس اللي عندهم الضيق في البلاكرات والخزانات كي ما راكم تشوفو انا شريت عشرة منهم كمانديتهم من انترنت قد كنجمع فيهم الحوايج تعشتة وثاني لكوات راح مبقتاجي المهم كيفاش معاكم في هالفيديو كيفاش جمعت الحوايج تعشتة يعني تجي كيفالفاليزة كي ما راكم تشوفو وهذا المنتوج يعني هاي الكي جي ناء سوليد انا صراحة حوزت نشريه من المحلات ولكن ملقتش هاذ النوعية يعني انفواني نشفه شريته من بابو يعني كان رهيف مام المنظر التاعو هكذا كنشوفو يعني ماشي اللي باب خيزان طاب يعني كنجمعو فيهم الحوايج دونك هذا المنتوج ثاني الحاجة الفيها المليحة انو غارانتي عامين يعني واذا كاش مصرالو واذا كان فيه ثقبو لاي حاجة فيه لا غارانتي تعامين راح نحل معاكم يعني مع بعض باش تشوفوه وثاني فيه الوانة عديدة يعني فيه الانواع اذا كنت ترى كيف ستضعه ارى المساحة التي لديكم كما رأيكم ترى يجينا لداخل كمان جرون ساك وهذا الساك نعمروه بالحوايج و بعد نسبيريه بالاسبيغاتور باش ينحيه كامل اللي هو مثلا نعطي لكم لو كان نجمعه الكوات في الساك الكوات يعني راح يشت بزاف البلاسة ولكن هنا يعني البلاس بيغاتور راح ننحيه كامل هذك اللي هو و راح ينقص في الحجم راح نوري لكم في الساك فيديو كما راكم تشوفو يجينا كالفاليزة انا الصراحة كمانضيت زوج وعينية مغمضين لانه كنت شريته من قبل اول مرة كيكمانضيتو كمانضيت غير واحد يعني جلي تستي وكان يعني هايل و ثاني كان قدرون استعملوهم بزيور فوا يعني كيوصل كيوصل جتا نحي حويت جتا شتاو ندير حويت جتا الصيف و ثاني هذا المنطوج اللي انتي لزاكاريان لزاكاريان و ثاني الاميدتي و ثاني حاجة ثاني اللي حاظاني اللي صليد يعني يجي على شكل فاليزة و ثاني كان قدرون نديرو اذا كان عدا نزوج منهم كان ديرو واحدة فوق الخرام كما راكم تشوفو حليت لساك و هنا راح نبليل و نديرو من الداخل المهم هنا حبيت باكن بروفيته باش نحطر لكم على لزاقناك تاع الانترنت انا كي كمانديت هاد المنتوج قاعد نشوف لسويفي تاع البرودي هادا و نوصل انما هنك وصل للمنتوج هادا غضوة من ذاك بعثوا المساج ما نشعر فاشكون قالوا لي بليك باش يوصلك هاد المنتوج لازم كتدخلي لها الليان وتحطي لكارت بانكار لان كي محتاطيهاش في الاول كي ميلاق الحال المهم انا ما قدت سيبا نرمال بسك المنتوج هادا وصل للي يعني وليه كي يبعثوا لي ميساج المهم عاودت بعت لهم ميساج ملسيت ملين شريت بعت لهم اسكو سيفري هاد الميساج قالوا لي لا لا يفو فار اتنسيون هادو هما سيدي زارناك يعني كتحطوا لكود تا غير Information الب強ار يستجبه المهم هدو هما لازمع حولnать تع المنتوج يعني تحضر هدا اذا كنت وصل لكم مساج وان عندكم jock ي werceks يقدروا مساج للموقع الاصلي اذا كان صح او لا لا لم المهمه التي زارناك هذا ما مش غير فىالانترنت ما في التليفون يعني انك جغو سوابو كو ديزابال في الفيكس لدانيار فو كانت واحد المرأة قلت لي قلت لي مبروك عليك ربحتي عن شك دعمي لغو صراحة ما دخلت ليشقع في بالي قلت لها قلت لي لازم كتعيطي الزيغو ويت وهنايا في فرنسا الزيغو ويت يعني سي بايان هو الهدف تحم انه كان عيطول هذك الزيغو ويت وهما كيربحوا دراءهم يعني من هذك الاقتصال المهم انا قلت لها لا لا قلت لها قلت لها قلت لها قلت لها شديشك تاعش ديشك هذا عندك قلت لها اذا احبتي كان احضر معلق سبانسا بتاعك وهذا كله هو الشيك تميله غوك نعطيه لك هل دياليك قلت لها انك فزيت فرمون جنتي لا جد شتيرون طوشك المهم كشفت بليك انا ما راحش نعيط لغا كروشي وثاني هالي زغناك يعني ماشي غير هنا في فرنسا مام كي كنت في تزاير كابعثوا لي مساج وقالوا لي مبروك عليك ركير بحتي السيارة ولازم كتعطل هاذ النميرون مهم أنا كان أول مرة يعني جوغسوا هكذا يدي زغناك كايم احتان يعني قعدا قد في بالي ممكن صاحيته ومهم وريتو البابة قال لي غير روح يخطيك من من هال الحوايج مهم يعني هذا وهذا بك يعني تنبيهات يعني باش ما تبقاوش انتو ما مطيحوش في هذو ما الأخطاء كما راكم تشوفوه هنا يا رأي عمرت هذو كليسا كان عمروهم كذا يا كنستفو فيهم هذو الحوايج يعني خصوصا اللي عنده الضغف في الخزانة ولي عندها بزاف الأولاد يعني عندهم بزاف الحوايج ومشي عارفين كيفهي نجمعهم هذا المنتوج خوش ما كيسمح لنا باش نجمعهم بطريقة من الضمام ومحافظة المهم يعني انتو ما تحطو كم الحوايجتاك من الداخل أنا ثاني قلتك حنجمع فيه الحوايجتاك الصغار يعني الوليدي مايستعملهم قلتها هكذا كنحتفظ بهم وثاني كندير فيها فيها يعني في الحوايج هذو ماك ما راح تشوفوه وحندير فيها سابون يعني باش تبقى ريحة كنفتحهم مرة الجاية كيبقى فيهم رائحة تحم مليحة ومام كما قلت المنظر تحم كيجي شباب يعني كنحطو بعزمبل الكوات فيهم وكنحطوهم فوق الخزانة كيجي المنظر تحم شباب يعني كم من منظر شباب وثاني كي نظم بطريقة منظمة أنا شريتو في الباج ما حبيتش نشري في النوار لأنه في النوار كيجينا شوية صمبر لابيها شريتو في الباج وانثاني لنوار يعني كاتحطو فوق الخزانة كيشد كيشد لابوسيا بزاف أنا المرة الأولى شريتو في النوار ولكن هاد المرة كموضيت عشرها قد هكذا كان ستعمل وش نستعمل والباقي كانت خليه في السطوك يعني كي نحتاجو وكي ما راكوا تشوفوا عمرت كامل حويت جدا وهنا هذا هو السابون زي درت فيهم سابون ولا يبخدوا يعني سبيسيال باش يريحوا الحويت جملاح وهنا لازم كتقفلوه بإحكام لازم كنأكد ونقول لكم كتقفلوه بمليح مليح بإحكام لأنه لو كان ما تقفلوش بالإحكام راح يخرج النفس تعو من الفوق هذا ما كسموهم دي كومباكتور يعني انتو ما وضحوا وسطو تشروهم المحلات لازم ما تشوفوش الكاريتة الرهيفة يعني تشوفو فيه مكتوب غير جيد يعني سوليد هذا هو الكاريتة المليحة لأنه حجينا مثلا كل فاليزة وكان قدرون كما كنت لكم في الأول كان نحطوا واحدة فوق الأخرى يعني لو كان جيتو في أتشروه فيها رهيف يعني يقدر هالساك تشوفو لازم كان نغلقوه مليح مليح لأنه لو كان ما تقفلوش المليح النفس راح يخرج وراح يتفتحنا مع الوقت وهنا يا هذو ما كتجمعهم هذا باش تتكدو أنه اللي بيان فرمي يعني تديرو لها العملية يدت مرات ما راكم تشوفو وهنا راكم تشوفو لاني جبت الاسبيراتور راح نحل هالبوشون اللي كين هنا يوم وهنا نقعد الاسبيري حتى يخرج لهوا كامل من نوم ليح يعني ما تخافوش منه كامل انا كنت استعملته ديجا وكين نخرج لحوايج من نوم ما يجوش مكرفصين ولا يجو عاديين مهم كما راكم تشوفوه الحجم تعوره ينقص راول الاسبيراتور هذا كي يشرب كامل هذك اللي هو اللي كين الداخل ان شاء الله هذي الفكرة تكون يعجبتكم يعني كتكون فكرة بالنسبة للناس اللي عندهم الضيق كما راكم تشوفو حتى حبط كامل هذك النفس يعني تقعدوا تسيسوا فيه وفي ذاك الاسبيراتور حتى يحبط هذك النفس كامل كي نغلقوهم ليح من زمم وهنا كي ما راكم تشوفو كي دينا على شكل وين فاليز انا وش هندير هنا راح نكتب الاسم وش حطيت هنا هيا مثلا الحوايج تبعشتا هنكتبهم وحننحطهم كي ما كتشوفو فلو كوته وهنا نسيت ما جمعتش هذك الغوز هاذايا كنجمعوه لداخل باش مرات جاية كنستعملوه بوثكم تقدروا تستعملوه كلزر فو هذ البرودو يعني الي غارنتي كلزر فو هاكا وانا حنكتب فيهم حوايج تاشتا وثاني قوتحان نجمع ثاني لي كويت التوعي طبرا لقد وصلت الاخر الفيديو ان شاء الله هاذ الفيديو كتنال اعجبكم ان شاء الله كلفكراتي اليوم كتنال اعجبكم وكتقدرو زىما تشروتو مثلا ودي ت خوك كمسا انو شنوبوسية كانوصيلوه لكم كتشوروهم صوليد هنا هنكتب هنا يحواج تاشته المهم اذا كنت تعجبتكم هلا فيديو ديرولي لايك ونقول لكم الى فيديو واحد اخر مع فكرة وحضة اخرات اشتركوا في القناة